وخوله لا أنا أتبر الأشخاص المؤلفة ولهذا كان من قراء هذه الآلة في لجة لم ينزل عليه من الله حافظ ولا يطابه شيطانا حتى يشكع وخوله هو بدأ المؤلف رحمه الله تعالى في إراج بقية الأدنة ولكن يرتق نعم هو الأول والآخر والضاهر والباطل هذا الأسماء أحسن من يفسر هذه الأسماء النبي صلى الله عليه وسلم قل أنت الأول فليش قرلك شيء والآخر فليش بعدك شيء إحاط زمانك وأنت الظاهر فليس فوقك شيء والباطل فليش لك شيء إحاطنا كالميا الأول والآخر والضاهر والباطل بعد هذا وقوّله وتوكل على الحين الذي لا يموت لماذا؟ وتوكل على الحين الذي لا يموت ولا تقوم الآية مثلا وتوكل على عزيزة وظهيم نعم سلامة وظهيم نعم سلامة وظهيم وتوكل أخذنا التوكل وصدق الاعتماد عن الله مع الثقابي الأخذ من الأسفل وتوكل على التوكل كان فيه بطلان التوكل على غيره لأنه كل الخرق يموت والله سبحانه وتعالى هو الحين وتوكل على الحين والحين التالي وتوكل على الحين الذي لا يموت وما عاد الله المخلوق والمخلوق يموت مفروض إذن كانت الآية وتوكل على الحين الذي لا يموت لبيان العلة في أنه لا يتوكل إلا عن الله لأن هذه المخلوقاتهم وأخذنا التوكل وما عاد التوكل بما تقدم في ستابة والحكم والإرادة قسم إلى سوعي وكون هذا المجال هذا المجال هذا المجال حكيم حكم وحكم كل ما يقدر الله سبحانه وتعالى في هذا الكور سواء كان قضاء شرعه أو كوني لابد أن يكون لحكم أراد الله نعم ولكم الحكم المضطردة لتذكرت أم الممين عائشة في رضا الله عنه في كل حكم من أحكم الشرية إذن الحكيم حكمة حكمة شرعية وحكمة كونية وكلام الحكم شرعي وحكم كوني نعم وقوله الله هو الحكيم والخبيب الحكيم حكم وحكمة والخبيب بالبواطن وإذا كان يعلم البواطن باب الأولى تعلم الضوان نعم فقوله يعلم ويسف الله يعلم هذه الآية أرادت بها أن أؤلف عموم علم الله سبحانه وتعالى ومفاتحة غير خمسة جمعة في قولة عب لا يعلم لا يعلم أنا علم الساعة هذا مفتاح الدار الآخر ينزل الغيث ولم يقل المطر اسبر يا أخي هذا مفتاح حياة الأرض لماذا قالوا ينزل الغيث ولم يقل المطر لأن المطر في الظالم على قالوا هذا عائد منطر التي ينطر مطر السور ليش في السنة لا تنطر ولكن السنة تنطر ولا تنبت الأرض شيء وينزل الغيث ما معنى هذا يعني ينزل ثم يحصل بهذا حيال الأرض مفتاح حتى ونزل الغيث ويعلم ما في الأرحام مفتاح الأجلة من النساء فقط لا كل راحل سواء كانت المرحة ولم يمار ويعلم ما في الأرحام وما تدلي نفسه مفتاح الأرض تكسب غيث وما تدلي الأقسم بأي أرض تموت مفتاح الأجلة خمسة فتحها ما عدد لقد نعم أسمع فعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إساهم لا يعلمها لهم هذا العمود ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا بسكل المخلوقات إما أو تبعه يا أبس إلا في التاب المبين نعم فقوله وما تحمل من أنثى ولا تبعه أتقدمها من أنثى تسمى كل أنثى سواء من إنسا من غير أنثى نعم ولا تبعه إلا بعين طيب لو جاء الإنسان إسمعه وقال اليوم الطب الحليل تأتي المرى عندما ترتب الحم تدخل تصوير كذب ويقوله ذكى أو أنثى وأسابيع وقت الولادة وغير وغير ما رأيك تقول هذا الشامع عندنا نصوص المحكمة ما هي نصوص المحكمة وما تحمل من أنثى ولا تبعه إلا بعين ما تحمل أقول أنثى الله سبحانه وتعالى يأعلم هذا قبل أن يوجد الحمل أصلا سهيح وكذلك هذا لا أعلم من الله سبحانه وتعالى نعم ولا أشكى بعدها وهذا من الأسباب التي تعلم الله سبحانه وتعالى بس هذا بعد أن يغنى نعم قبل هذا اللهم الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم اللهم الذي خلق يعني هو الخالق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم أرضين سبع يتنزل الأرض بينهم لماذا هذا لماذا شرح لماذا لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء بعلم من سأل من البالي حقا دلالات ثلاثة يوقف الشيخ من عزيزي رحم الله يقول دلالات الاسم ثلاثة دلالة مطابقة وتضمن واتزام أي اسم من الأسماء يامرد له من ثلاث دلالات مطارقة وتضمن واتزام هذا الآخر قال عندي سيارة لكسس ألفين وفرطاعة طيب هذا يفهم أن عندي قطار طائرة غلم لا لابد الاسم ينتظر على المسماء هذا يسمى دلالة مطابقة سيارة يعني سيارة ليست في طائرة صح محمد هذا الأول الثاني تضمن سيارة معنى هذا أن لابد هذا السيارة تتضمنهم السيارة يكون فيها أبواب وزجاج وإطارات ومقاعد مثل صح هالذات تضمن لا بد السيارة تتضمنها وإلا لابد تصبح سيارة تصبح حديث كون حديث صح نعم هذا الثالث الثالث التجار هذا الآخر يبكي في السيارة الليكسس غالى يمشي بها يعجب بمعنى السيارة والتقنيات التي فيها وكذا يقول والله الشركة المصنعة لآل السيارة شركة جيدة من تاج هذا دلالة مالك التجار كيف يعلم أن هناك أعجب لأنه لا بد المخلوق لا بد الله من خالق أم خلق ومن غير شعب هم من خالق طيب الله هو الخالق صح من أسماء اللي الخالق دلالة مطابقة الاسم ينطبق على المسمى خالق وهو خالق والوصف ينطبق على المنصوب صحيح نعم خالق سبحانه وتعالى هذا دلالة مطابقة تضمن كل اسم لابد يتضمن صفة وإذا أثبتنا الاسم ولم يثبت الصفة كان الحاج لأسماء فكل اسم لابد يتضمن صفة هذا دلالة تضمن طيب هناك اسماء أخرى لابد أن تدل على هذا الاسم دلالة الفيزاء كيف هذا قد يصب عليكم الآن لكن مع دراسة الأسماء الحسنة وكتب التي شارت الأسماء الحسنة يتضمن ها يعطيكم حساب جاء رجل وأخذ قطعة من المحن وضعها في إنا وترك حالة قطعة حتى خرج منها الدول فقال أنه خلق هذا الدول شاء إلى الآخر قال طيب أنت خلقت هذا الدول قال نعم قال كم عدده قال لا أجل قال كم عدد الدكور والإناث قال لا أدري قال متى يموت قال لا أدري قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبيل لا يمكن يكون خالق إلا بعلم وقدرة الله الذي خلق سبع سماواته ومن الأرض مثلهم يتلسل الأمر بينهم لماذا هذا من عندي شر لتعلموا أن الله على كل شيء قدير خالق لا أود يكون قادر وأن الله قد أحاط بكل شيء علما خالق لا أود يكون عالم من خلق وهو نظيف الخبيل هذه دلالة التزام كيف تعرفها في الأسماء تحتاج إلى رجوع القدب التي شرحت الأسماء الفصل اليوم العدد تتعلم أن دلالة الإسم كم تنال مطار وتضمط والتزام في كل الأسماء أسماء سيارات أسماء البيوت أسماء الناس أسماء كله مفهوم نعم كنت الآن أعرف إن شاء الله نعم اللهم الذي خلق سبع سماواتهم أرضي مثلا خلق وعلم وقدرة القدرة هي صفة التمكتر بأن فاعل من الفعل دون عز والقوة هي صفة التمكتر بأن فاعل من الفعل دون ضعف مفهوم نعم وقوله إن الله هو الرزاء ولم يقل الراجل لكثرة ما يرزق وكثرة من يرزق هو الرزاء لكثرة ما يرزق وكثرة من يرزق الرزق كثرة من يرزق وكثرة من يرزق وكثرة من يرزق الرزق ينقسم إلى حسنين الرزق ينقسم إلى حسنين من يعرف ها الرزق ينقسم إلى حسنين تذكر رزق عام ورزق خاص الرزق الخاص الإيمان والتقوى والعمل الصالح كل ما بين من نعم من دقوة وصلاح واستقامة وهداية فتلك مواهب هذا رزق خاص بالمؤمنين الرزق العام ينقسم إلى قسم حلال وحرام حلال الغيس الغيس الولد الزوجة نعم الحرام مخدمات تنبت أحيانا صح الله هنا وَلَوْ لَوْ لَوَلْنَكُمْ اللَّهُ الشَّيْكِمْ لِنَ الصَّيْكِ تَنَالَ وَأَيْدِيكُمْ وَرِمَاحَكُمْ لِيَعْلَى اللَّهَ مَلْيَخَابُ بِلَغَيْكَ رزق 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 مخفوق مرضى أخرى سعيد الرزق ينقسم إلى قسمين رزق الخاص بالمؤمنين وخاء وعاء يسمى كل أحد كل مخلوق جن والإنس والحوالات وبدأ حلان وحرق خمسين فس لا تفهم محرق رزق نعمل إن الله هو الرزق لكثرة مأرزق وكثرة من قوة القوة قلنا هي السفة يتمكن هي أخوانا المعاني معلومة نعرف معنى القوة معنى القدرة معنى الخيار معنى القيومية هذا كل معنومة المعاني الكيفية علم عند الله وصل عنها بدعة أفهم؟ نعرف معنى اجتواء معنى النزول معنى اليدين القوة السفة من الفعل دونه والقدرة والقدرة العجل لكن الكيفية صار عنها بدعة ولا مدعة لأننا لم نرى الله ولم يفررنا الصادق والمسطوق عليه الصلاة والسلام وليس له متين أو قبل نعم بالقوة المتين نعم وطوله ليس كمثله يسير وهو السميع وبصير هذه الآية واضحة يا والله معنى هذه الآية في الظالم أنه لا يقلو منها كتاب الأسماء الصفة سبحان الله آية واحدة وكم تجد فيها من يعني فوائد وقوائد استنبت الأئمة من هذه الآية رحمه الله يعني أقل من يكون ثلاث طوال